الأمر الثاني المهم جدا أنه مجلس النواب عد مشروع بأربع تعديلات لقانون الرياضة والأربع تعديلات في منتهى منتهى الأهمية التعديل الأول أنا رحت بسببه النيابة وتسألت التعديل الأول أنا رحته بسببه النيابة وتسألت لما قلت أنه صعب شوية يبقى مركز التسوية والتحكيم مقره هو اللجنة الأولمبية ومن يحدد المحكمين المحترمين من السادة المستشارين الأجلاء هو رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مقره طبعا زي ما قلت هو في اللجنة الأولمبية المصرية وهو الذي يحدد طبعا الأعضاء اللي بيحكموا في القضايا المختلفة واعتماد المكافآت وهو ما إلى أخره مع كل الاحترام طبعا للجميع يعني ولكن أدبيا مش ماشي وبعدين قلت ماذا لو كانت اللجنة الأولمبية نفسها هي خصم في أحد الدعاوة المعروضة على مركز التسوية والتحكيم وربما هناك بعض الحرج يعني أحيانا لما تعرض قضية على قاضي جليل ويستشعر فيها الحرج لسبب أو لآخر بينسحب منها لأنه قد استشعر الحرج فما بالك بمركز التسوية والتحكيم اللي بيحكم فيه الرياضة المصرية وكل منازعتها يبقى هذا هو الموقف فأنا قلت هذا الكلام طبعا الأستاذ والصديق العزيز طبعا إنشام حطب عمل محضر ضدي وروحت النيابة التجمع وتسألته كل حاجة والحمد لله ما حصلش حاجة يعني لكن دي كتوجة نظر الحمد لله بعد أقل من سنة مجلس النواب بيعدل هذا البند وبيصبح مركز التسوية والتحكيم بعد إقراره طبعا لسه لم يقر لكن هذه التعديلات التي حصلنا عليها هنا لمساء الأنوار من صديقنا الأستاذ وليد الحسيني رئيس التحرير بتقول أو هذا التعديل ستصبح هذا المركز مركز التسوية والتحكيم تابعا لوضارة الشباب والرياضة وهذا هو الأمر وهذا هو أمر عظيم وهنا بنحط الحاجات في مكانها الطبيعي والمنطقي ده تعديل من التعديلات عندنا أيضا تعديلات أخرى مهمة كان كل نادي بيعمل ليحته بمعرفته وعايز أقول كلمة تانية كل نادي بيعمل ليحة تفصيل وهنا بيبقى دايما مجالس الإدارات بصراحة مسيطرة على الجامعة العمومية تحط كيفما شاءت من بنود يا رب حتى تقول أنا هحكم العمر كله كرئيس تادي أو غيره والجامعية أقرت خلص هذه راحتي والجامعية موافقة أنا راضي وانت راضي ما لكنت وما لنا يا قاضي وربما من هذه اللوائح اللي كان فيها بعض ربما بيقول ربما بعض البنود يعني كانت ليحة نادي الزمالي ولكن في هذا التوقيت خلص اتعاملته الجامعية العمومية وافقت خلص لأن هذا هو القانون سيعد هذا الأمر ولن يكون هناك إلا لائحة موحدة زي لائحة الاسترشادية اللي كانت موجودة لائحة موحدة منطقية وفيها بنود منطقية وديمقراطية وكل حاجة ولكن ما فيهاش حاجات أوفر يصنعها أحيانا بعض رؤساء لندية ومجالس الإدارات لتأمين مقاعدهم بشكل أو بآخر أو حمايتهم من المسألة داخل الجامعيات أو الآخر أيا كان أيا كان ما كانش فيه أي قيود يعني مجلس إدارة مع جامعياتهم ما هي يعمل اللي هو عايزه ماذا من الجامعية أقرت شكرا حاجة له داخل ده غير منطقي فهذا بند آخر موجود أنه سيكون هناك لائحة مفقى للكلام اللي قدامي لائحة موحدة لجميع الأندية وهذا أمر محترم جدا وستوضع طبعا بعناية شديدة وبروقية وبمنطقية وبديمقراطية بند تاني برضو إلغاء أي سلطة إدارية لللجنة الأولمبية على الأندية الرياضية والاتحادات شكرا وداعا للسيطرة الإدارية حضرتك لك إشراف فني على الاتحادات لأن أنت اللي بتحط خطة إعداد المنتخبات بالتنسيق مع الاتحادات بالحكاية بالرواية ولكن ليس لك إطلاقا أي سلطة إدارية نتكلم عن لجنة الأولمبية أي سلطة إدارية لا على الأندية ولا على الاتحادات خال سلطات حضرتك فقط لغير فنية فنية ودا أمر أيضا في منتهى الحياة الروعة آخر حاجة يقال ده ربما يحدث أو لا تعديل بعض شروط الترشيح لانتخابات الأندية الرضية لم يفصح عن هذه التعديلات لم يفصح عن هذه التعديلات هل هي مثلا متعلقة من لازم يبقى فيها عدد معين من الأعضاء تحت السن مثلا معرفش أنا ما عنديش معلومة بديه إطلاقا لكن ربما تكون هناك بعض التعديلات فيما يتعلق بشروط الترشح لمجالس إدارات الأندية دول الأربع منود اللي عندنا وهو انفراد لمساء الأنوار